انا عارفة غبرت عليكم هادي يومين وخليتكم بالفطر ولكن ماشي مشكلة رجعت لكم بالفطر دي النهار السبع في رمضان اليوم ان شاء الله غدي نحضر وصفات مميزة لديدة ساهلة وبسيطة كيف معودكم دائما ما تنسوني شمال لايكاتكم وتشجيعاتكم وما تنسوش نضموا الحساب عنوى الحادقة باش بقوا دائما توصلوا بجديد الوصفات وشيوات اللي كان شاركا معاكم ونبدأوا على بركتي الله في واحد المقيلة كان دير معلقة صغيرة دي الزبدة وجوج حبة دي الفلفلة اللي شويتهم فوق من النار ونقيتهم من بعد كان ضيف شوية دي الملحة وشوية دي البزار وكان دي هاد الفلفلة فوق من النار وكان قليها بزيان بزيان مع ديك الزبدة كزعطي واحد ما داقل ديد بزاف من بعد خديد زلافة دي الروز غلاسي درتوه في الكوكوت مع ثلاثة دي الزلايف دي الماء كتسدو علي وكتخلي وحتى كيطب وكيشربها ديك المميها كنضيف لديك الفلفلة اللي قليتها مزيان مع الزبدة كنضيف الطون الزيتون خضر الزيتون اسود كنضيف ايضا شوية دي الكاشر شوية دي الملحة والبزار والمايونيز وكان نمزج هاد المكونات هادو مزيان مع بعضياتهم صفي كنضيف تلاجة حتى كنقدمها عند الفطور السلاطة كتجيل جيدة جيدة بساف وكيف مشو معي سهلا وبساطة ندوز نحضروا التحلية في واحد الكاسر هنا كنضيف جوج معلق دي السكار كيس دي الفلون انا اختارت المضاق دي الكاراميل تقدرو تديرو الشوكلاة كيف ما تقدرو تديرو اين كها بغيتو كنضيف ايضا نصف لتر دي الحليب غير بالتدريج كنضيف الكمية الليولة من بعد كن نمزج المكونات وكنضيف الكمية المتبقية وكنضيف الفلون دي فوق من النار كنخلي حتى كي يغلي سافي وكنحتافض به جانبا اما كدروه في تلاجة او في المجميد كتخليه حتى كي يبرد تماما يكون بارد مزيان من بعد كنضيف لي يجوج معلق كبار دي البودرات الكريم شونتي وكنطرب هاد المكونات هادو مزيان ذاك شعليش قليش لكم خليو الفلون دي لكم برد باش م كنطربوه مع البودرات الكريم شونتي تطلع لكم الكريمة دي لكم بالزربة سافي كنطربو حتى كتقصح للكريمة دي وكتولي عليها تشكل هذا ما كتبقاش سايحة نهائيا كتولي واحد الكريمة اللي متماسكة شوفوا معي الشكل ديالها كنحتافض بها جانبا وكناخد 150 جرام ديال اي نوع ديالي بيسكويت كنضيف لي جوج مع القكبار ديال الزبدة لي دوبتهم وكنطحن هاد المكونات سادو مزيان مزيان كناخد الكووس ديالي او يعني زليف اللي غالي نقدم فيهم بت كحليها ديالي نطربو حتى تبقى بيسكويت قريبا مع القمية كبيره في كل كايس ومن بعد كن حاول ان يضغط عليهم زيان كنجيب هذه الكريمة اللي درتها في واحد الكيس بلاستيكي نطربو حتى تبقى رائع الكريمة ونجيب ايضا شوية شوكولاتة الخاصة بالذهن اللي دوبتها مع قطرة ديال زيت ودرتها تبقى حتى تبقى كيس بلاستيكي وكان وزعب هاد الشكل هادا سوف نضيف طبقة اخرى البيسكويت وطبقة اخيرة الكريمة ومن بعد نضيفهم في طلاجة ونضيفهم يبردوا تماما والتحلية التي تكون واجدة بالنسبة لتزين تزينوا على حسب المتوفر وعلى حسب الرغبة نضيف تغيير واحدة رشيشة خفيفة من هذا البيسكويت هذا النيتهاك في الوجه التي ستشوفها معايا وضيفها في طلاجة ونضيفها تبرد كتجيل ديدة ومعلكة وما سيشوع منها نهائيا سوف نحتاج الفريز نضيف ليها ايضا 1-3 مع القكبار ديال مركز الحامض بالنسبة لبنات اللي ما عندهم مش مركز الحامض الوصفة رجل ستلقاه في الفيديوهات السابقة اللي ما عندهاش تقشر واحد الجوج ديال الحامضة تحيد ليهم العظام ديك القشرة البيضة كتضيفهم مع الفريز وكتضيف الكمية اللي بغادي السكر هذا كمركز الحامض فيه العصر ديال الحامض مع الكمية الكافية ديال السكر باش غادي نحلي العصر ديالي اضفت عليهم واحد لتر ديال الماء وطحنتهم صفي والعصر ديالي حتى هو واجد دوز نحضر الزعلوك في المقيلة ديالي كان دير شوية ديال الزيتون واحد دريس واحد ديال التومة فقط شوية ديال الاربع مع القونص ديال الكامون وشوية ديال الملحة فقط هدوهما المكونات اللي غدي نحتاج مع الدنجال كي يجي واحد الزعلوك لديد لديد بزاف ما كان نحتاج له يعني لما طيشة للتوابيل لاتشي حاجة ما كيدرش الحرقة وكي يجي خاطير غير جربوه وردو عليه سافي هنا يخليجوك يتقله مزيان مزيان من بعد كنضيف لي شوية ديال الزيتون اما كدرو الزيتون مقطع او كدروها كصحيح سافي اوزع لك ديالي حتى وكيكون واجد ندوز نحضره وحتو يجي نخفيف العشاق ديال التغمس في الطاجين ديال يدرت شوية ديال الزيت واحد ربعات المعلقة كبر ديال سلسة طماطم جاهزة نضيف شوية الملحة شوية ديال البزار لخرقهم سكين جبير والتحميره نضيف ايضا واحد ربع حامضة مسهيرة وشوية ديال ربع قزبور ومعدنوس بالنسبة لبنات لي ما عندهم سلسة طماطم يعني جاهزة كتدرو غير جوج ماطيشات كتحكوهم عيوض هذوك ربعات المعلقة ديال سلسة طماطم جاهزة وكتخليهم كيطيبوه مزيان مزيان بعد من بعد كتضيفو الكبدة هذي نضير الكبدة ديال التجاج اما كتسلقوها من قبل او لا كتدروها غير في الخل مع الحامض وشوية ديال الملحة كترقدوها مزيان باشها كتحيد من هذه الزفورة وكتخلي بحالي لسلقتوها سوف هنا كنخليها كالطيب بعد ما كيدخلها الطيب تماما كنزينها بشوية ديال الحامض مصير والطاجين ديالي حتى هو كيكون واجد كيف مشتو معي وصفات ليساهلة وسريعة كنحاول دائما انني نجيب لكم غير الوصفات اللي كتكون بسيطة باش توجدوها بسرعة هنا كيف ما كتشوفو معي كن نقدم الفطور ديالي هذا هو العاصر كيجي عليها تشكل هذا كيجي خفيف والديد بزاف ايضا التحليه ديالي كتجي رائعة رائعة ولديده شكلا ومادقان الصراحة كتشهي وايضا يعني كتجي لديده في المادق ديالها والطريقة ديال تحضر ديالها بسيطة بزاف وما كتتاخدش وقت كتير نهائيا سوف ندوزو باش نشوفو السلطة ديال الروز حتى هي سلطة بسيطة ولديده بزاف الروز كيجي حباحبه ما شاء الله كيجي غزال غزال بزاف غير جربوه ما غديش ندمولا نهائيا سلطة رائعة ومنعيشة ولديده ايضا الزعلوك طريقته ببسيطة كيجي لديد بزاف تقدروا تاكلوا من واحد الكيمية كبيرة ما كيسبب لها حرقة لتاشي حاجة كيجي رائع رائع بزاف وايضا طويجين خفيف ضريف للعشاق ديال التغمس ضروري في رمضان لا تنسونيش ما لايكاتكم وتشجيعتكم وما تنسوش تنضموا الحساب عنوال حد قبش بقوا دائما توصلوا بجديد البصافات والشيوات اللي كان شاركا معاكم ومبقاليغين نقول لكم إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة